مارسل كولر أبلغ لجنة التخطيط في النادي الأهلي موافقته موافقته على تجديد التعاقد مع أحمد عبدالقادر وأحمد عبدالقادر يبقى فيه جلسة قريبة مع مسؤولي النادي الأهلي لتجديد التعاقد بناء على طلب من مارسل كولر أعد أحمد عبدالقادر ينتهي بنهاية الموسم القادم يعني لسه فاضل له موسم واحد وبالتالي الأهلي عايز بدري بدري يحسن موقف أحمد عبدالقادر ده شغل الاحترافي يا شغل المحترم عشان دايما باستغرب أندية حتى الأهلي والزمالك اللي كان لهم سوابق في هذه القصة إنه يسيب اللاعب لحد ما عاده بيخلص خالص ويبدأ يتفوض معاه ما هيسيبك هيسيبك ببلاش عشان هيروح ياخد الفلوس بشكل أكبر في النادي تاني بدلا ما النادي هيشتريه منك هيروح ياخد الفلوس تحت الشراء دي وفلوس عاده هتبدأ الأمور أسهل فأي نادي كبير بيخلص أمور دي قبلها بموسم على الآن على الآن يعني